السلام عليكم بلما نتقصيكم على ذلك بالي رأيكم كامل ملاح بعد فوز المنتخب الجزائري بكاثفاقية بعد مشوار طويل وشاق ويستهلوا فاعلا هذا الفوز بجدارة و احنا الثانيين نستهلوا انه نفرحوا ربي يدوم هذا الفرح ويحفظ لنا البلاد من شاء الله يعم فيها الامن والامان والاستقرار دائما هذا المناسبة حبيت اني نحضر لاير كيك بألوان العالم الجزائري ويقوموا بقميز منتخب وكأس اثريقيا هذا الكيك يعني ليير كيك هو كيك معروف ان يكون فيه عدة طبقات واكيد في الطبقات اخترت انهم ايضا يكونوا بألوان العالم الجزائري يعني كانت كيكا ما شاء الله رائحة فهذه المناسبة انتم ايضا نحضروها فرحوا عائلتكم باش يدوم هذا الفرح ان شاء الله سوف نحضرها من الداخل يعني كيف تكون يعني بالألوان ثلاثة الاخضر والاحمر والابيض يعني مناسبة جدا هذه المناسبة وهذا الفرح ما راكم تشوفوه ان شاء الله يعني نكروا الكلب تسفرجوا الفيديو وتحضروا هذه الوصفة لاني بصفتها لكم تماما نراي وصفة سهلة يعني ما فيهاش بزاف مكونات فقط زينات وكان لها شرف ان يكون فيها العالم الجزائري لذاتها جمال وبهاء نحضروا العالم الجزائري العزيز على قلوبنا ومن نورة حين نطلقوا في الوصفة بالنسبة لهذه الوصفة راح نعطيكم وصفة الجنواز لحنديرها ثلاث مرات لهذه الوصفة هنستعمل 4 حبات بيض من الحجم المتوسط وراح ندير كاس غربع من السكر كما راكم تشوفو انا نستعمل كاس ميسين وخمسين ملي دائما في جميع المقادير وعندي ايضا كاس كامل من الفارينا هذه المرة الجنواز حبيث اني نديرها لكم بالكاس مش يعني بالقرام بش كامل جربوها ايضا عندي نصف ملعقة من الفانيليا بالنسبة لنكهة يعني الفانيليا اللي راح يكون لون الجنواز ابيض اما يعني الجنواز اللوناني اللي اخترتهم اخترت الاحمر والاخضر وطبيعة الحال على حسب يعني الالوان من العالم الجزائري يعني مرة هنحط اللون الاخضر مرة الاحمر ومرة هنحط الفانيليا هنبدأ بالبسكويت جنواز الاول هنديرو بطعم الفريز ويكون بلون الاحمر هنحط ربح بيت بايد كما قلت لكم مع كاس الى ربع من السكر كاس الى ربع من السكر في كاس ميسين وخمسين ملي دائما وميو خمس وعشرين كرام ومضيف له ايضا الفانيليا كما راكم نشوفو هنخلط في الول قبل اللي بلافو يعني بيدي فيما بعد هنطلع مليه في البيتخان انا دائما نستعمل البيتخان باش نطلع على جنواز كما راكم تشوفو يولي عندي خليط ابيض ويكون بهذا الشكل يعني ميكونش سائل هذا هو سر نجاح الجنواز انا عطيت لكم المقادير بالكاس باش كامل جربوها فقط السر في هذه المرحلة انكم تطلعوا مليح مليح يعني سكر مع البيض على سرعة عالية هنا هنحط نصف كاس فقط ساعة الفارينة هنحط الملوين الاحمر طبعا على حسب الملوين الاحمر يستعملوك يسكون عندكم نوعية جيدة يعني قطرة فقط للكم هذا اللون لكن انا يعني النوعية اللي ستعملتها يعني شوية ما عجبتنيش يعني اول مرة نشيهد الملوين يعني قعد صغير نحط في القطرات ونحط حتى نتحصل على اللون المطلوب كما راكم تشوفو في نفس الوقت ان ندخل في الفارينة من الاسفل الى الاعلى واني حطيت نصف الكمية فقط والان زدت نصف الكمية ثانية انا راكم تصقصيبني على الخميرة هنرا رايح اندير بسكويت جنواز منيش راح اندير جنواز لذلك منحطوش الخميرة يعني في الحقيقة اللاير كيك هو عنده يعني مول خاص به ما يتجاوزش يعني القطر 29 سنتيم ويجي عالي بزاف طبعا على البالي انو هذا المول ما عندكمش فانا انا انا احبتكم يعني اديروا هذي الوصفة وتجربوها فبدلت فيها بزاف بزاف باش انتوا ما تجربوها طبعا بعد ما خلطت مليح مليحو تأكد انو الفارينة دخلتلي في كامل خالط يعني ندخل من الاسفل الى الاعلى عدة مرات تنولي بهذا القوام حطها في صينية اللي كنت حاطيت لها ورق الطاهي اللي يراه ضروري جدا جدا لازم ورق الطاهي باش ما يصقناش هذا البسكويت كما راكم تشوفو وندخلو للفرن على درجة حرارة متوسطة تقريبا تكون ميوستين ميوسبعين درجة يعني تقريبا 12 دقيقة حسن يعني ينشفلنا يكون جاهز في نفس الاثماء انا اللي نحط في هذي الكيكا في الفرن نبدأ ايضا نزيد نطلع نحضر القطعة الثانية نحضر القطعة الثانية نحضر القطعة باللون الأخضر نحضر نصف الكمية فقط من الفارينة نحضر الملون الأخضر نحضر القطعة من الأسفل إلى الأعلى مع إضافة اللون الأخضر كما قلت لكم على حسب نوعية الألوان التي تعملتها لأنه كينوين تحطوا قطرها فقط ويدير الفارق هنا نحضر القطعة بشويه ونشوف اللون شوفوا الجنواز أهم ملاحظة نعطيها لكم هي أنكم دخلوا الفارين نمليح دخلوا من الأسفل إلى الأعلى من الأسفل إلى الأعلى عدة مرات حتى نتأكدوا أنه كامل كمية الفارينة نرى هيجينسة مع الخليط هذا هو السر بش يعني يجيكم بيسكويتاكم ناجح تتقوني هذا هو السر يعني بعد ما تطلعوا البيضة مليح دخلوا الفارينة وتقول لي عنكم الوصفة جايزة مئة بالمئة نحن نزل تعود درجة العملية المرة الثالثة بعد ما دخلت البيسكويت الأخضر طيب وهذا هو الأبيض كما راكم تشوفون كون أيضا نكهتوا بالفانيليا و نفس الشيء نزيد طيبه هو أيضا في الفرن وفي هذه الأثماء ندير الكريمة بالنسبة للكريمة راح ندير هنا زوج كيسان ونصف من العشانتي على بالي كمية كبيرة ولكن حتى الكيك يعني ما شاء الله راح نجي عالي بزيف يعني زوج كيسان ونصف من الشانتي رهم تقريبا 1-250 غرام أيضا عندي هنا كريمة سائلة أو كريمة الخفق أنا نستعمل دايمن مركة هوبلا لأنها تكون خاصة بالحلويات عندي هنا 200 مليلي لتر وعندي أيضا زوج كيسان غربع من الحليب وأيضا فانيليا وعندي نصف كاس بتاع السكر الناعم لأنها نستعمل السكر الناعم أنا كنديلا شانتي وحدها لا نستعمل السكر الناعم لكن إذا دخلت معها الكريمة فخيش عادة سنكون شوية حمضة نحب أن نستعمل السكر وجيل الكريمة معتدلة مجيش حلوة كل المقادير إن شاء الله في صندوق الوصف يعني باش ما يتخلطوا الكمش حطيز كامل المكونات الكريمة فراش لشانتي الحليب طبعا كل المكونات يكونوا باردين أيضا فانيليا وذكره نضيف لهم نصف كاس من السكر الناعم يعني تقدروا حتى تزيدوا يعني لا يوجد أبدا حلوة جاء معتدلة فقط تقدروا حتى تحطوا كاس غربع كمراكم تشوفوا في الأول فقط نحرك كامل المكونات مع بعض والخالطة هو أصلا فقيل كمراكم تشوفوا والآن سنطلحها على أقصى سرعة حتى نتحصل على هذا القوام يعني شوفوا الكمية ما شاء الله وهذه الكمية المطلوبة يعني سندير كيكا بزيف عالية كمراكم تشوفوا يعني ما تكونش خفيفة كما مثلا ديروا لاشانتي وهذا هو الدور الكبير اللي تلعبوا لك خين فرش طبعا سعطي واحد البنة ما شاء الله وشوفوا القوام حطوها في ويعاء غطيوها وحقليوها في الثلاجة حتى نحضروا الكيكا طبعا بعد ما طابت الجنواز هنا جبت لكم عني اللون الأبيض كنت هنا فقط بورق الطائق كما راكم شوفوا بابي كويسون كنت درت دائرة قطرها 20 سنتين بالضبط Now cut it up 這اء ليصожет ملوس هنا يصبحت ولو harmony لكيكا القطر هنهاع 20 سنتين فقط والله ياركح يكون في ستط stare الخطيرة من اللون الابيض من اللون الاحمر وطبقتين من اللون الاحمر كما راكم تشوفواallo كنت دار travaill طبقتين من اللون الأحمر واللون الأخضر أما باقي البيسكويت تقدروا بي وصفة أخرى يتبقى لكم كمية مليحة تقدروا أيضاً تطلع الكريمة و تديروا وصفة أخرى كما ما نديرها لكم من قبل أما الآن كما رأيكم تشوفوا سنجيب هنا كارتون ويكون على شكل مربع كونس حطيته من الأسفل على صحن هذا الصحن كونس قلبته وحطيت الكارتون سبب باش نقدر فيما بعد أن ندور هذا الكارتون ونتحكم في الكيكا بكل سهولة طبعاً الكيكا لازم نشربها دائماً بالحليب لكن هذا الحليب حطيت له السكر لأنه ما عندي حتة حلاوة في الوصفة يعني احتل قلصها جراهوا بالكريمة قلت لكم الكريمة رهي معتدي لما هيش حلوة بسيف لذلك حليب عادي يكون بارد حطيته تقريباً ملعقة كبيرة تاع السكر وحركته وراني نشرب به الكيكا وبعدها نحط كريمة الشانتي طبعاً الشانتي من الأحسن أنكم تحطوها في بوش جطابل كما حطيتها وتحطو كمية مليحة يعني كنقولكم تكثروا لازم صح سح تكثروا لهذه الكريمة ولهذه الشانتي باش فيما بعد ما تشرب هاليش الكيكا كنقسموها تبين طبقة خاصة بالكريمة كما راكم شوفوها ننكثر لذلك نستعمل هذو البوش جطابل يساعدوني بسيف بسيف باش نحط كمية مليحة انا هذي الكريمة في الوسط كنت لونتها الى لونين لونتها الى لون هنحط لونين اللي هما اللون الابيض واللون الاخضر اللي راح يكون مبين طبقتين هذي الكيكا الحمراء نفس الشي يعني الكيكا الحمراء نسقيها مليح بالحليب يعني لازم تسأكدوا انه تشربتلي بالحليب باش فيما بعد نقسمها نسقيها مليحة نسقيها مليحة اما الطبقة لسكن فوق هذي الكيكا الحمراء تكون باللون الاخضر لانه هذا اللون الاخضر راح يجي تحت الكيكا تحت هذي الكيكا تكون باللون الاخضر ان شاء الله فقط طريقة تكون واضحة جد وضحي وضحة بتقطعتين من اللون الابيض بعد قطعتين من اللون الاحمر بعد قطعتين من اللون الاخضر بالاسفل زي اいる وبatto احمر يكون فيه الوسط مثل مليحة مليحة قليل دبقة الاخيرة ertonة كل مرة تحت اي طبقة أحاول أن تضغطوا قليلا لكيكا مستوية من كل الجهات هنا نحيط فقط الزائد من الكريمة ليكون في الأطراف كما راكم تشوفوا فيما بعد نجيب شوية الكريمة البيضاء و ندير طبقة بهذا الشكل طبعا ندير طبقة خفيفة فقط كما راكم تشوفوا وفيما بعد نحطها في الثلاجة لازم سرتها على الأقل نصف ساعة لكي نديرها على الطبقة الأخيرة أما الآن أنا حبيت أن ندير في الأول طبقة خضراء فيما بعد نجيب اللون الوردي حبيت أنه يكون أحمر غامق ندير لون وردي ومن الأسفل ندير اللون الأبيض نفس الشمي في العالم الجزائر كما راكم تشوفوا هذا هو الزيين اللي اخترته بعجينة السكر كنت درت العالم الجزائري كنت لونت طبعا عجينة السكر باللون الأخضر والأحمر ندرت النجمة والإحلال بعد ما كنت تباعت العالم الجزائري وديت من النجمة والإحلال وستعملتهم كطابع لعجينة السكر نفس الشي بالنسبة للقميص للمنتخب الجزائري الغالي اللي يولى فيه النجمتين نحن نعود نقول لكم ألف مبروك وأيضا كأس إفريقيا يعني شوفوا ما شاء الله طبعا كلكيكا كنت درتها قبل المباراة يعني كتفاولا باللمنتخب الجزائري راح يفوز والحمد لله ما خيبناش وفاز كانت يعني فرحة لا توصف لبالي بلا راكم حسين كامل بها ربي دائما يدوم أفرحنا إن شاء الله كما راكم تشوفوا أيضا من الأعلى بعد ما تحطوا العالم الجزائري قطره 20 سنتيم يعني نفس الشيء بالنسبة للكيكا راح نزيد ندير هذه الكريمة بعد الشكل كما راكم تشوفوا وفي الأطراف نحط قميس المنتخب الجزائري ونحط أيضا كأس إفريقيا يعني كيكا خدمتها من كل أعماق قلبي في ذا الوقت كنت ندعي فعلا أنه المنتخب الجزائري يربح وحمد لله أنه ربح وفرحنا وهذه الكيكا لكن طبعا خليتها أنه ترتاح فيما بعد أنها ترتحت على الأقل في 8 ساعات باش قسمتها كما راكم تشوفوا الألواء من الداخل ما شاء الله وطعمها ما شاء الله إن شاء الله يا ربي تكون عجبتكم إن شاء الله تجربوها وتفرحوا بهذه المناسبة هذا هو فيديو نهار اليوم نختموه بعلم الجزائر في الأخير نقولكم دمتم أوفية وإلى اللقاء إلى أفراح قدمين بإذن الله ترجمة نانسي قنقر